موسيقى المنظمة لفتت إلى العواقب الخطيرة لتغير المناخ وندرة المياه على تربية الحيوانات بمنطقة الأهوار مع التقارير عن نفوق المئات منها مشيرة إلى أن مستويات الملوحة العالية أدت إلى إثارة مخاوف المزارعين يشار إلى أن الجفاف والانخفاض الشديد لمناسب مياه نهري دجلة والفراد جراء حبس النظام التركي المياه أدى إلى خروج الأهوار من لائحة التراث العالمي وتدميره مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية فضلا عن هجرة أعداد كبيرة من سكان المحافظات الجنوبية إلى وسط وشمال البلاد ويعتقد ناشطون بيئيون ومسؤولون أن الانخفاض الشديد في مستوى المياه وبالتالي ارتفاع نسبة الملوحة وتراجع الأكسجين خلف هذه الظاهرة